عارفين إمتى المرة الوحيدة اللي ما تلعبش بطولة اليورو في معادها ناس دايماً بتمبهر بدقة مواعيد البطولات الأوروبية وتحددها من وقت طويل والالتزام بيها وعلى الرغم من الدقة دي بطولة يورو 2020 اتأجلت لأول مرة في تاريخ البطولة البطولة اللي بدأت سنة 1960 فضلت تتلعب كل أربع سنين لمدة 60 سنة بدون أي غلط في التوقيت لحد نسخة 2020 النسخة اللي اضطر فيها اليوريفا لتأجيل البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا وتأخير نهاية الدوريات الأوروبية علشان تتلعب البطولة في 2021 بدل 2020 والأول مرة بعد خمس سنين مش أربعة نسخة 2020 اللي فضلت بإسمها رغم التأجيل كانت استثنائية لأنها كانت النسخة العشرين والأول مرة تلعبت في أكتر من بلد مش تنظيم بلد واحدة ورغم التأجيل إلا أنها كانت في النهاية نسخة نجحة من نسخ اليورو وتوج بها منتخب إيطاليا اشتركوا في القناة